انخفض الدولار اليوم إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر حيث استوعب المتداولون أوضح إشارة حتى الآن على أن دورة التشديد النقدي للإحتياط الفيدرالي قد انتهى وانخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بمعدل 13% إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس مواصلا خسائر أمس بعد أن توقع مسؤول بنك الإحتياط الفيدرالي وطيرة تخفيضات حادة للفائدة وأبقى البنك معدلات الفائدة ثابتة للمرة الثالثة على التوالي في حين أشار رئيس بنك الإحتياط الفيدرالي جيرون باول إلى أن المسؤولين ما زالوا مستعدين لرفع الفائدة مرة أخرى إذا عادت ضغوط الأسعار إلى أنهم أشاروا بنسب كبيرة إلى نهاية دورة التشديد وقال باول أن صناع السياسة يحاولون تركيزهم الآن إلى موعد البدء في خفض الفائدة مع استمرار التضخم في الانخفاض نحو هدفهم البالغ 2% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر